السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يوجد أفضل من الأطعمة الطبيعية للتمتع والحصول على صحة جيدة وفي حلقة اليوم من قناة متعة المعرفة سأقدم لكم فائد عجائب خالط الثوم والحليب وقد استخدم هذا المشروب في الطب التكميلي منذ قديم الزمان حيث يعتبر صيدلية كاملة متكاملة ويعد مضاد حيوي طبيعي يقل جسم من الأمراض المختلفة عن طريق رفع كفاءة الجهاز المناعي بصورة ممتازة ويعطي الجسم قوة لا مثيل لها ولو في الشيب ورغم كبر السن كما يخفض ضغط الدم المرتفع ويصف الشرايين من الدهون وطريقة التحضير تكون بإضافة فصين من الثوم إلى كوب من الحليب المغلي ويسرك لمدة لا تقل عن خمس دقائق من خصائص هذا الخليط أيضا القضاء على الديدان والبيكتيريا المعاوية بجميع أنواعها والتخلص من معظم الفيروسات يعالج إلتهابات البروستاطا وتدخمها يصف الدم من السموم ويمنع الإصابة بالإنفلوانزا يخفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم ويحمي ويقوي عضلة القلب بصورة جيدة يمنح جسم الطاقة والنشاطة والحيوية ويعد الحل الأمثل لعلاج إلتهاب اللوزتين يقوي العظام ويقي من الإصابة بالهشاشة كما يخفف من آلام المفاصل بعد مرور الخمس دقائق يتم تصفيته وشرب الحليب فقط ويفضل شربه في المساء أرغم الفوائد المذهرة التي يملح هذا المشروب الطبيعي إلا أن هناك حالات يمنع فيها تناول الثوم ولقد تكلمت عن هذا الموضوع سابقا وستجدون الرابط في آخر الفيديو كانت هذه أهم فوائد الثوم والحليب أتمنى أن أكون قد أفدتكم ولو بالقليل ولا تنسوا دعم المقطع بلايك والاشتراك في القناة وكذلك التغطي على الجرس لتنسلكم منشوراتنا فور تنزيلها شكرا لكم على مشاهدة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر شكرا